في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية تم الاعتماد على سجل الانتخابي يضم 7 ملايين و 853 ألفا و 447 ناخبا معنيون بالتصويت في هذا الدور أي باستثناء المنتمين إلى الدوائر التي فاز مرشحوها في الدور الأول وعددها 23 دائرة ويتنفس في الدور الثاني للانتخابات التشريعية 262 مرشحا بينهم 34 امرأة ب131 دائرة انتخابية وفي صورة تساوي الأصوات بين مترشحين اثنين في الدور الثاني فإن الفوز يمنح للأصغر سننه وبالنسبة للدوائر السبع بالخارج فسيتم وثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبعد اجتماع البرلمان الجديد فسيحسم البرلمان مسألة كيفية سد الشغور فيها هذا وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4222 مركز اقتراع و 10.012 مكتب اقتراع كما تم منح اعتمادات لـ 3971 ملاحظا محليا و401 ملاحظ دولي وسيكون الاعلان عن النتائج الاولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية في اجل اقصى غرت فيفريا القادمة على ان يتم تصرح بنتائج النهائية اثر انتهاء الطعونة في اجل لا يتجاوز الرابع من مارس القادم